موسيقى كل عام يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسيا على مشاركة أبنائهم وأسرهم الأعياد والمناسبات تقديرا لتضحياتهم وتأكيد أن شهيد في قلب ووجدان كل مصري وبرغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا إلى أن الرئيس لم ينسى أسر الشهداء واحتفى معهم بعيد الفطر بإرسال هدايا لهم في أماكن إقامتهم بكافة المحافظات فمصر لن تنسى يوما من ضحى من أجلها السلام عليكم السلام عليكم هذه إهداء من سيادة الرئيس بمناسبة عيد الفطر المباركة وهي كانت أميتهم طول عمره كان بيتمنها وكان دائما يصل ويلحها على ربنا في السهادة عايز يستفيد لي محمود يقول لي أخذكوا معايا الجنة أنا بشكر سيادة الرئيس جدا على مجهوده اللي عمله وعنه هو دائما فكرنا على طول وأحب أقوله أنه ما ينسانيش أبدا ويبضل فكرنا وأكيد سألوا علينا بيهون علينا أكيد المصرفة كده اللي احنا بيهون ويبضل فكرنا موسيقى أبلغ الرئيس بقوله إحنا نشكرك على اهتمامك بينا ربنا عينك على اللي انت فيه وربنا يحميك ويحمي الوطن خلف كل مد قصة بطل تروى وتحكى للأجيال عن فضل الشهادة ليحيى الوطن عن من سطر بدمائه قصص الفداء ليستقر وينعم بالأمان موسيقى 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 أو إن هو يبقى حريص إن يبقى في حد يجي من الرئاسة وكده طبعاً دي حاجة جميلة جداً يعني إحنا بنشكره عليها وإن هو دايماً واخد باله مننا دي حاجة كريسة قوي يعني شكراً إن هو فعلاً مهتم بكل حاجة وحسن يعني حسن بابا لسه موجود بنجعله من قلبينا إن ربنا يحفظه يارب يحفظه يارب يحفظه لنا ويحفظه مصرح على حق أجانب طبعاً بنشكره على كل حاجة ما سبناش بصراحة بصر الشهداء زيارتكم ووصالكم عن نائق كده يهون علينا كثير جداً لو هدفك وعمري لي كده شيء قليل علموني إني منكرش الجديد لو حياتي تملى حلمك ابقي لفيني معلمك ابقي بإسمي معلمك وبقي قولي إن ابنت كان قصير موسيقى موسيقى شكرا